اشهد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المستمرة بشأن تسريع وطيرة الملف الاسكاني وابتكار الحلول المختلفة للمواطنين واكد الوزير ان ذلك يتجسد واقعا عبر انجازات سكنية مستدامة ابرزها بناء خمس مدن اسكانية جديدة علاوة على عشرات المشاريع الاسكانية الاخرى بمختلف المحافظات الامر الذي يعتبر امتدادا للانجازات الحضرية والمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المفدى كما ثمن وزير الاسكان تطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مجال الاسكان وحرصه الدعوب في متابعته الشخصية للمدن والمشاريع الاسكانية واهتمام سموه بتنويع الخيارات الاسكانية امام المواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واجاد الحلول المبتكرة التي تساهم في توفير السكن الاجتماعي للأسرة البحرينية الامر الذي يعكس مدى اهتمام سموه بتوفير السكن الملائم للمواطنين وحرص سموه على استمرار المسيرة الاسكانية موضحا ان وزارة الاسكان حققت نجاحات عدة على هذا الصعيد لسيما ما انجزته عبر برنامج مزايا وبناء المشاريع الاسكانية بمدينة سلمان واللوزي وغيرها مبينا ان هذه التجربة الناجحة تشجع الوزارة للمضي قدما في هذا الاتجاه وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص